بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو سبعة ورבעين من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية التحكم في عرض الملفات المفتوحة من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. دلوقتي انا عمدي مجموعة من ملفات الورد المفتوحة حاليا. هتظهر لحضراتكم تحت. الملفات ديت انا عايز اعرضها جنب بعض او عايز اعرضها في نفس الشاشة. طبعا كان فيه طريقة في الويندوز بان بتقدر تسحب للجزء الايمن فتتعرض بالشكل ده وبعد كده تسحب. الملف التاني تسحبه للجزء الايسر وبعد كده تسحب. ممكن تختار هنا انك تعرض الملف. ولكن ديت بتبقى عن طريق الويندوز. انا عايز اعمل الحاجة ديت دلوقتي عن طريق المايكروسوفت ورد او واجهة المايكروسوفت ورد. المايكروسوفت ورد بيتحلك بانك تعمل الكلام ده عن طريق قيمة وبعد كده بتطلب منه بانه يعمل ترتيب للشاشة. بيرتب الملفات جنب بعض او بشكل رأسي. فهتشوف الملف كل ملف على حدة الملف ده نظامه ايه? طيب. انا دلوقتي مسلا عايز ارتب الملفين دول جنب بعض. فهقدر بقول له احط هوملي سايد باي سايد جنبا الى جنب. فبيبدأ انه يقسم هوملي فورا على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين. بتقدر حضراتك بانك تتحكم في الملف زي ما انت عملت عن طريق الويندوز. ولكن هنا مجرد فكرة لتسهيل امورك بدل ما انت ما تحتاج الويندوز. فهو انا اقلو لك الخاص ديت داخل برنامج المايكل سوفت وورد. ممكن تعمل للشاشة اللي موجودة في ملف واحد فبتقدر تتحكم في نفس الملف عن طريق شاشتين. فكأن عندك هنا شاشة مختلفة. يعني الشاشة ديت لنفس الملف والشاشة ديت لنفس الملف. تقدر بقى انك تعدل اي حاجة. فيها على سبيل المسال هنا لو كتبت اربعة. هتلاحظ الكلام ده حصل في الملف التاني. هي مجرد اسم للشاشة بس. مش اكتر وما بيقصرش في الشاشة بتاعتك. تقدر تعمل اللي تم اعمله. وتلاقي الملف بتاعك رجع بشكل سليم. ما تنساش خاصية التبديل ما بين الملفات المفتوحة بانك تقدر تبدل ما بين الملفات المفتوحة زي ما احنا ما شرحنا في فيديو سابق قبل كده. بانك تقدر تختار الملف ده او الملف ده عن طريق الوجهة دي. بكده شرحنا كل ما يتعلق بالتحكم في الملفات المفتوحة من خلال واجهة البرنامج. بنشكر حضراتكم. نتمنى جميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة.